أبنائي الطلاب أهلا بكم في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة اللغة العربية ومع درس جديد بعنوان الألف اللينة في نهاية الأفعال الجزء الأول للصف الخامس الابتدائي فأهلا بكم أتوقع من طالبي المميز في نهاية هذا الدرس أولا أن يحدد الطالب صورتي الألف اللينة في نهاية الأفعال تحديدا سليما ثانيا أن يكتب الطالب كلمات منتهية بألف اللينة كتابة صحيحة فهل أنتم السعدون لذلك يا أبطال؟ هيا بنا أبنائي الطلاب هل تستطيعون التعبير عن الصور المعروضة أمامكم باستخدام أفعال ماضية منتهية بحرف الألف؟ هيا حاولوا يا أبطال أنتم رائعون نستطيع التعبير عن الصورة الأولى بالفعل شواء أحسنتم وماذا تلاحظون في الصورة الثانية؟ بارك الله فيكم إنه نبات ينمو إذن ما الفعل الذي يمكن استخدامه للتعبير عن الصورة؟ أنتم رائعون نمى أحسنتم يا أبطال وفي الصورة الثالثة تلاحظون أن شخصا يقدم وردة لصديقه فما الفعل الذي يمكن استخدامه للتعبير عن الصورة بحيث يكون منتهيا بحرف الألف؟ بارك الله فيكم أعطى أبنائي الطلاب ما الحرف الذي انتهت به الأفعال السابقة؟ أحسنتم يا أبطال لقد انتهت الأفعال بحرف الألف ولكن ما سبب اختلاف شكل الألف يا أبطال؟ هذا ما سنتعلمه في حصة اليوم وهو معرفة شكل الألف اللينة في نهاية الأفعال هيا بنا يا أبطال أبنائي الطلاب سنبدأ بقراءة الفقرة التي أمامنا قراءة جهرية ثم نجيب عن الأسئلة الواردة عليها إذا اهتدى الإنسان إلى الأخلاق الإسلامية الرفيعة سمى بنفسه وارتقى بخلقه وقضى حياته في سعادة وهناء وسعى في نشر ذلك ومن أهم تلك الصفات التي حث عليها الإسلام الوفاء بالوعد وعدم الغدر فدع الإسلام إلى التمسك بهما وجعل تركهما من صفات المنافق بني الطالب أوقف المقطع وقرأ الفقرة المعروضة أمامك قراءة جهرية ولك الشكر أبنائي الطلاب ما الآثار الإيجابية الناتجة عن التزام الفرد بالأخلاق الإسلامية؟ أحسنتم يا أبطال السمو بالنفس والارتقاء بالخلق والسعادة والهناء بارك الله فيكم عزائي الطلاب اذكروا صفتين للمنافق كما فهمتم من الفقرة السابقة أنتم رائعون كعادتكم عدم الوفاء بالوعد والغدر بارك الله فيكم والآن هل تستطيعون استنتاج الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة؟ أحسنتم يا أبطال التحلي بالأخلاق الإسلامية سبيل لسعادة الإنسان بارك الله فيكم أبنائي الطلاب تعالوا نحقق الهدف الأول من أهداف حصة اليوم وهو تحديد صورتي الألف اللينة في نهاية الأفعال فهل أنتم مستعدون لذلك؟ هيا بنا يا أبطال الطلاب الأعزاء كم عدد الحروف في كل كلمة من الكلمات الآتية؟ سما، قضى، سعى، دعاء أحسنتم يا أبطال ثلاثة حروف بارك الله فيكم وماذا يسمى الحرف الأخير؟ أحسنتم يا أبطال الألف اللينة هذه إجابة صحيحة الطلاب الأعزاء ما الصورة التي جاءت عليها الألف؟ أحسنتم يا أبطال جاءت على صورة ألف قائمة وعلى صورة ألف مقصورة بارك الله فيكم فما سبب هذا الاختلاف يا أبطال؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل هيا بنا الطلاب الأعزاء كم عدد حروف كل فعل من الفعلين سما ودعا؟ بارك الله فيكم نلاحظ أن كل فعل مكون من ثلاثة حروف وما مضارع الفعل سما يا أبطال؟ أحسنتم يسمو وما مضارع الفعل دعا؟ بارك الله فيكم يدعو إذن ما أصل الألف في الفعلين سما ودعا؟ أنتم رائعون أصل الألف واو وماذا نستنتج مما سبق يا أبطال؟ بارك الله فيكم نستنتج إذا جاءت الألف ثالثة ينظر إلى أصلها فإذا كان أصلها واو كتبت ألفا قائمة بارك الله فيكم يا أبطال أنتم رائعون حقا أبنائي الطلاب كم عدد حروف كل فعل من الفعلين قضى وهدى؟ بارك الله فيكم نلاحظ أن كل فعل مكون من ثلاثة حروف وما مضارع الفعل قضى يا أبطال؟ أحسنتم يقضي وما مضارع الفعل هدى؟ بارك الله فيكم يهدي إذن ما أصل الألف في الفعلين قضى وهدى؟ أنتم رائعون حقا أصل الألف ياء وماذا نستنتج مما سبق يا أبطال؟ أنتم رائعون نستنتج إذا جاءت الألف ثالثة ينظر إلى أصلها فإذا كان أصلها ياء كتبت على صورة ألف مقصورة بارك الله فيكم يا أبطال أنتم رائعون حقا أبنائي الطلاب في جملة استلقى الطفل على سريره تلاحظون أن الفعل استلقى انتهى بحرف الألف أبنائي الطلاب ما ترتيب حرف الألف في كلمة استلقى؟ بارك الله فيكم لقد جاء ترتيبه سادس الحروف بارك الله فيكم يا أبطال وما الصورة التي كتب بها حرف الألف يا أبطال؟ أحسنتم لقد كتب على شكل ألف مقصورة أنتم رائعون وما سبب كتابته على هذه الصورة؟ أحسنتم يا أبطال لأن حرف الألف جاء ترتيبه رابعا فأكثر بارك الله فيكم وماذا نستنتج مما سبق يا أبطال؟ أحسنتم نستنتج إذا جاءت الألف رابعة في ترتيب الحروف فأكثر كتبت على صورة ألف مقصورة وماذا يعني لكم هذا يا أبطال؟ أنتم رائعون يعني أنه لا داعي للبحث عن أصل الألف كما فعلنا في الأفعال الثلاثية بارك الله فيكم أنتم رائعون حقا والآن يا أبطال بعد أن تعرفنا صور الألف اللينة في نهاية الأفعال تعالوا نفسر سبب كتابة الألف في الأفعال التي وردت في بداية الدرس هيا بنا أعزائي الطلاب ما سبب كتابة الألف على شكل ألف مقصورة في كلمة شواء؟ هيا حاولوا يا أبطال أنتم تستطيعون معرفة ذلك أحسنتم لأن الفعل ثلاثي وأصل الألفية بدليل المضارع يشوي أحسنتم الطلاب الأعزاء أوقفوا المقطع وأجيبوا عن الكلمتين المتبقيتين وحدكم ثم تأكدوا من إجاباتكم ولكم الشكر والآن افتح كتابك عزيزي الطالب على الصفحة المعروضة أمامك لنقرأ القاعدة الواردة فيه هيا بنا الألف اللينة في نهاية الأفعال تكتب على النحو الآتي على صورة ألف قائمة إذا كان الفعل ثلاثيا وأصل الألف واو مثل دعا سما عدا وعلى صورة ألف المقصورة إذا كان الفعل ثلاثيا وأصل الألف يا مثل قضى هدا رما أبنائي الطلاب نتعرف أصل الألف واو أو يا من الفعل المضارع وتكتب الألف اللينة في نهاية الأفعال على صورة ألف مقصورة إذا جاءت الألف رابعة في ترتيب الحروف أو أكثر في آخر الفعل مثل أعطى استفى استسقى أبنائي الطلاب افتحوا مصدر التعلم على الصفحة المعروضة أمامكم أوقفوا المقطع ثم أجيبوا عن السؤال الأول هل أنهيتم يا أبطال هيا نتحقق معا من الإجابات أكتب الفعل الماضي من الأفعال المضارعة الآتية أبنائي الطلاب ما المطلوب من السؤال أحسنتم يا أبطال قراءة الفعل المضارع أولا ثم كتابة ماضي هذا الفعل أنتم رائعون ألف يمشي الطلاب الأعزاء ما الفعل الماضي من الفعل يمشي بارك الله فيكم مشى وما الصورة التي سنكتب بها الألف في كلمة مشى أحسنتم يا أبطال على صورة ألف مقصورة أنتم رائعون وما سبب ذلك أحسنتم لأن الفعل مشى مضارعه يمشي إذن أصل الألف يا بارك الله فيكم أبنائي الطلاب تعالوا نحقق الهدف الثاني من أهداف حصة اليوم وهو كتابة أفعال منتهية بألف لينة كتابة صحيحة فهل أنتم مساعدون لذلك؟ هيا بنا أكمل الجمل الآتية بأفعال منتهية بألف لينة ما الفعل المناسب للتعبير عن الصورة الأولى؟ أحسنتم أسمعكم تقولون اعتنى وكيف ستكتبون كلمة اعتنى؟ أحسنتم يا أبطال ستكتبوا بألف مقصورة أنتم رائعون أبنائي ما رأيكم بمهنة التمريض؟ أحسنتم يا أبطال هي مهنة إنسانية سامية يخفف فيها الممرض آلام المرضى وأوجاعهم وفي الصورة الثانية تلاحظون الفعل رمى فهل تستطعون معرفة سبب كتابته بهذه الصورة؟ أنتم رائعون لأن الفعل ثلاثي وأصل الألف يا بدليل المضارع يرمي وفي الجملة الثالثة ما الفعل المناسب؟ أحسنتم دعا وما سبب كتابة الألف قائمة يا أبطال؟ بارك الله فيكم لأن الفعل ثلاثي وأصل الألف واو بدليل المضارع يدعو أنتم رائعون بارك الله فيكم أبنائي الطلاب افتحوا مصدر التعلم على الصفحة المعروضة أمامكم أوقفوا المقطع ثم أجيبوا عن السؤال الثاني وحدكم وبعد ذلك أعيد تشغيل المقطع للتأكد من صحة إجاباتكم هل أنهيتم يا أبطال؟ هيا نتحقق معا من الإجابات أكمل الجمل الآتية بأفعال تنتهي بألف اللينة تناسب ما بين القوسين ألف فراغ النباتات في فصل الربيع ما المطلوب في هذه الجملة؟ أحسنتم المطلوب كتابة فعل بمعنى كبيرة على أن ينتهي بألف اللينة فما الفعل المناسب؟ أحسنتم يا أبطال نمى أنتم رائعون حقا بارك الله فيكم أبنائي الطلاب في ختام درس اليوم دعونا نستذكر ملخص ما قمتم به إذ قمتم بتحديد صورتي الألف اللينة ثم قمتم بعد ذلك بكتابة أفعال منتهية بألف اللينة وإلى أن ألقاكم مع درس جديد أترككم بحفظ الله ورعايته